يواصل الجيش العراقي عملية تمشط لصحراء الأنبار لملاحقة مقاتل داعش بعد عملية أوقعت قتل بينهم قائد فرقة في الجيش العراقي من ناحية ثانية دعا رئيس الوزراء العراقي نوريا المالكي دعا الجيش إلى إنهاء اعتصام الأنبار قائلا إنه أي الأنبار أصبح مقرا لتنظيم القاعدة ها هو كابوس القاعدة يعود ليقضى مضاجع الحكومة العراقية من جديد بعد أن نجح نموذج الصحوات في التخلص من وجودهم المسلح العلني على الأقل إنه هناك معسكرات قديمة بدأت القاعدة بإعادة تأهيلها وبإعادة جمع شتاتهم وهناك تعاون ما بين من يعمل على الأراضي العراقية ويعمل بالأراضي السورية لذلك هذا الموضوع ينبغي أن يوضع له حد القاعدة التي تضرب هذه المرة عبر تنظيم داعش نجحت مؤخرا في استهداف فرقة من الجيش العراقي عبر نصب كمين لهم أودى بحياة قائد الفرقة إلى جانب عدد من الضباط والعناصر ما دفع برئيس الحكومة العراقية نور المالكي إلى إصدار أوامر للجيش بشن عملية عسكرية واسعة لتطهير بادية الأنبار من عناصر التنظيم خلال فترة أقصى سبعة أيام تازيزات الجيش العراقي وقطعاته العسكرية لم تتوقف عن التقاطر إلى الأنبار حيث يشتبك مع أفراد التنظيم في عدة نقاط وتمكن من قتل أحد خيدي الجماعة مصادر عسكرية تحدثت عن تدخل ما تعرف بالفرقة الذهبية في القتال هناك وهي فرقة عالية التدريب مع دعم جوي من مروحيات مراقبة قدمتها روسيا هذا وتعز وزارة الداخلية لانهيار الأمنية في الأنبار إلى كبار مساحتها ووجود مساحات واسعة من الأراضي الفارغة والصحارة فضلا عن الأزمة السورية وعبور المقاتلين العرب والأجانب من هناك إلى وادي حوران وصحراء الأنبار والمناطق الحدودية الأخرى مثل القائم وحديثة حسن جبالي العربية